اوكرانيا ترد على القانون البولندي بشأن الذاكرة الوطنية حيث اعدت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان مشروع قانوني يتم النظر فيه غدا وفق تصريح اندري برو برئيس البرلمان الاوكراني هذا مع افتتاح الدورة البرلمانية سيتم النظر ايضا في 35 مشروع قانون اقترحها مجلس الوزراء الاوكراني وعلى رأس القوانين قانون الامن القومي وتعينه رئيس جديد للبنك المركز الاوكراني فضلا عن القانون المتعلق بانشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد في اليوم الاول ساوصي بادراجه في جدول الاعمال وسوف اطلب من اللجنة ان تنظر فيه فورا حتى نتمكن من اكمالي انشاء محكمة لمكافحة الفساد في اقرب وقت ممكن وبين القراءة الاولى والثانية يمكن تعديل الوثيقة لمراعاة توصيات لجنة البندقية بوصف رئيسا للوزراء والحكومة وايد تماما انشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد على وجه السرعة ومن المهم جدا في المرحلة النهائية من التصويت ان تأخذ توصيات لجنة البندقية في الاعتبار في مشروع القانون هذا وهو امر مهم للغاية سيخلق حقا بنية تحتية كاملة لمكافحة الفساد